اشتركوا في القناة ويكون جيداً يعني تعاملوا بشكل أو بآخر مع هذا الاحتلال ومع فكر ورؤى الدولة التي تقف وراءها أقصد الولايات المتحدة الأمريكية ويعرفون أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة تلبس سياساتها أقنعة أكثر دولة منذ أن وجدت على سطح الأرض وعرنت أن هناك ولايات متحدة ودولة اسمها ولايات متحدة ربما يعني تثقرون أو أكثر بقليل وهي في سياسات يعني مخادعة مضللة يعني تفعل أفعال كبيرة جداً جداً وتتخلى عنها وترميها على غيرها وإذا ما كان الفعل بنتائج جيدة فيتتبنى هذا الموضوع وربما تنقلب عليه يعني تبع لمصالحها في عام 2003 لم تبقى وسيلة إعلام أمريكية وسيلة وسيلة سياسة أمريكية تحدث عن السياسة تركونا من الإعلام لأن ربما في بعض الوسائل الإعلام كانوا يعني تحدثون بلغة أخرى والشارع الأمريكي ربما كان لا يقبل باحتلال العراق وشفنا يعني في ذلك الوقت خرجت مظاهرات كبيرة في أوروبا وفي أمريكا ضد احتلال العراق عموما لكن كل الأدوات السياسية في أمريكا كانت مؤيدة باحتلال العراق وكانت مؤيدة لبوش الصغير وكانت تدعمه ومن ضمنهم مجلة اسمها مجلة فورين بوليسي اللي هي مجلة أمريكية تصدر الآن كل شهرين أسست قبل 52 سنة من قبل صاموان هندوكتون هذا المعروف شخصي الأمريكي المعروف المنظر الأمريكي المعروف وأستاذ في جامعة هارفورد وصديقه وارن ديميان أسسوا هذه المجلة اللي اسمها فورين بوليسي والمجلة تنشر سنويا طبعا معروف هذه مؤشر الدول الفاشلة ومقارها واشنطن طبعا المساهمون في هذه المجلة اللي كيقول أهمية ما يصدر عن هذه المجلة المساهمون فيها مجموعة من كبار الدبلوماسيين السابقين في الوقت المتحدة شخصيات كبيرة جدا من ضمنهم كانت حتى هنريكي سنجل وزير الخارجية السابق وكانت كوندوليزا رايس أيضا تكتب فيها ومن المساهمين فيها ومن المساهمين أيضا كبار منظفي البيت الأبيض السابقين والبلتاكون وزارة الدفاع ومن الـ CIA وغيرها كثيرين كبار الصحفيين الأمريكيين وكبار مستثمرين أيضا تعتبر بحق مجلة صناعة القرار في أمريكا مجلة صناعة القرار في أمريكا يعني الآراء التي تطرح فيها هذه آراء يعني مختمرة في مطبخ الإدارة الأمريكية ويريدون أن يعلمنا عنها أو هي رسائل المطبخ لكي يمهدوا الطريق لإعلان الولايات المتحدة هذه السياسة ففي عام 2003 هذه المجلة كانت مؤيدة جدا جدا لاحتلال العراق وكانت تصف احتلال العراق بأنه يعني خطوة جبارة وعظيمة نحو الديمقراطية والحرية وتخليص العالم من الأخطار والمخاطر وإذا بيها قبل أيام في أسبوع الماضي تصدر يعني تقريرا تتحدث به تقول نقاط سأقرأ لكم بشكل سريع لكي نستفيد من الوقت قالت أن العراق باته تأرجح على حافة الهاوية بسبب الأزمة السياسية الحالية والتي تعدل أكبر منذ عام 2003 هذا أول نقطة ثانيا قالت أن سبب الأزمة هو اشتداد الخلاف بين الأحزاب السياسية وميليشياتها والتي طالما تقاسمت المناصب طالما تقاسمت المناصب منذ عام 2003 لاحظوا هم يتحدثون والتي طالما تقاسمت المناصب منذ عام 2003 وفق نظام المحاصص الطائفية الله أكبر الذي سمح لها باستخدام موارد الدولة لتغذية الشبكات المحسوبية والتي نتج عنها استشراء الفساد داخل مفاصل الدولة هذه فورن بوليس التحدث بهذا الشكل وقالت النقطة الثالثة أن مخاوف العراقيين تصاعدت بعد أن أصبح الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيخي على وشك التحول إلى مواجهة مسلحة خاصة وأن المتنازعين يملكون ميليشيات مدججة بالسلاح طبعاً هو السؤال الذي أضرح نفسه وهذا الوضع الجديد ما هي المجلة تقول هذه الميليشيات وهذه الأحزاب تقاسمت المناصب منذ عام 2003 في نظام المحاصص الطائفية إذن هم يدروا كل أمريكا من البداية هذا النظام سيؤدي إلى هذا الخراب سيؤدي إلى تغول العصابات والميليشيات والقتل وسيؤدي إلى تنافس وإلى صراعات لإجل الاستحواذ وإجل التمدد هم يعرفون من البداية ذلك صنعوا هذا هذا النموذج يسمى عملية سياسية بهذه الطريقة لكي يصلوا إلى هذه النتيجة إذن الوصول إلى هذه النتيجة ليس جديدا وليس غريبا يعني أن تتناوله المجلة مجلة فورن بوليسي بشيء من الاستغراب وكأن الوضع هذا يعني غير متوقع لا هو متوقع بدليل أن هم يقولون أنه هذا من 2003 ترى هذه محاصصات وهذه ميليشيات تتقاسم وأحزاب وتتقاسمت وفازدة وخاربة طيب ما الوضع بديكم وكمتم تحكمون العراق بشكل مباشر بشكل مباشر والي بريمر قائد الأمريكي حاكم العراق الأمريكي حكم العراق لمدة سنة كاملة بشكل مباشر هو وقارنت قبل كم يوم وبعدين حكمته من وراء زجاج مجلس حكم وغير مجلس حكم وحكومات يعني إذا لم توافقوا عليها لا يمكن أن تتبوأ الحكم هذا واقع الحال ودعمتوهم ووقفت معهم ومولتوا الميليشيات وحميتوهم وقاتلتوا معهم في كل المدن وفي كل الأماكن وغولتوا إيران في داخل العراق وإيران تمددت على حساب العراق تحت مضلتكم هذا واقع الحال فبالتالي الاستغراب لشو هذا الوضع نجع مرة أخرى شو هذا الوضع جديد يعني أساسك لو أنتم تعرفون به إذن أنتم من أردتم أن يكون هذا الوضع بهذا الشكل الآن ترموني الكرة في ملعب العراقين وكأنه يعني أنتم يعني ما لكم أي مسؤولية عن الذي حدث هذه لا يمكن قبولها ولا يمكن لا يمكن هضمها من قبل العراقين طيب من المسؤول عن كل هذا يعني من المسؤول عن عن هذا الذي وصل العراق من تأزم من خراب ومن مناكفات إلى هذا الوضع من المسؤول عن غياب الهوية الوطنية من المسؤول عن غياب الهوية الجامعة من المسؤول عن غياب مكونات في المجتمع العراق سنة وشيعة وكراد وعرب ومسيحيين وآشوريين ومعرف منه وكلدان وإه تحدثت أنه تركمانو وكأنه هذه الحالات وكأنه هذه المكونات لم تكن موجودة في الشعب العراقي وكأنها حالة جديدة في العراق فقط وليست في العالم كلما وكل العالم فيه مكونات وأكثر من العراق مئات المرات طيب لماذا في العراق يعني جعلتوها حالة فريدة غريبة عجيبة لذلك وضعتم دستورا يؤكد على هذه المكونات وينميها لكي تتغول وتكون لها ميليشيات والكتلة الأكبر والكتلة الأصغر وبالتالي وصلتونا إلى هذه الحالة وضيعتوها لهوية الجامعة للناس ومزقتوا المجتمع وأشعتوا من الطائفية والتغيير الديمغرافي والعداوات بين الناس لماذا؟ ما هو هذا النتيجة؟ يعني أصبح الخلاف بين التيار الصدري والإطار السحلة وشق التحول إلى مواجهة مسلحة خاصة المتنازمة يملكون ميليشيات متجز ما أنتم اللي يطيتموا السلاح هذه ميليشيات تأسس تحت مضلتكم هذه ميليشيات السلاح وتركت الحدود مفتوحة هي جهة السلاح من إيران كما تريد وتندفع قوات وتتدرب في إيران وتأتي هذا كله تحت تحت مضلتكم وبالتالي الآن تحاولون أن تتبروا من هذا الوضع وكأن هذا الوضع يعني مسؤول عنه هو الشعب العراقي فقط هذا الشعب العراقي مغلوب على أمره بالقوة الجبرية بقوتكم جئتوا بأكثر من نص مليون جندي عبر الأطلسي وجهته احتلتوا العراق وقتلوا ذبح مليون ونص عراقي قتلوا خلال هذه السنوات العراق تحول إلى مقبرة مش يمال إلى جنوبه وجئتوا بالميليشيات وجئتوا بالأحزاب وجئتوا بالفكر غريب عجيب من فكر مجلس الحكم والتقسيمات الطائفية وهالقد 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 وصلت العراق إلى هذا المستوى كان المجتمع العراقي مصالح مع نفسه لا يعرف السنة والشيعة والكرد والعرب كل متصالحين والبيت الواحد هذا البيت السني مع البيت الشيم مع البيت الكردي واحد عايش منهم متعايشين ومعدهم مشكلة بالفرح واحد وبالحزن واحد متضامنين وبعضهم يتكلمون بلغة عراقية وبنفس عراقي الآن الكلام منذ 2003 اللي عدل بنفس آخر والنفس هذا لا يعرف يعني من يمتلكه وين تبعياته وين جذوره ويا دولة اللي ترعاه ومصيبة كبيرة وصلت الحالة الآن مجلة فورين فوريسي تتحدث عن العراق وكأنه الحالة غريبة حصلت الآن يريدون أن يتبره لذلك قلت أنه أمريكا تلبس أقنع لسياساتها الآن وجدت أن العراق خراب في دمار وهذا ما تريده هي الذي أرادته أمريكا لم تعبر الأطلس يوم تأتي بجوشها من أجل عيون العراقين والديمقراطية معرفة أنه زاحت ديكتاتورية مثل ما قالت واسلحة دمار شيئا من هذه كذبة كبيرة جاءت لتدمير العراق وما وصل إليه العراق من نتيجة هذا مرضية لأمريكا والإسرائيل وكل القوى التي تريد من العراق أن يتدمر وأولها إيران أن يكون ضعيفا مشتتا ممزقا فيه صراعات وهذا الوضع الآن الصراعات وين توصل إلى أي حد من راح يتأذى الشعب العراقي سيتحمل كل هذه الكلفة أمريكا لا يعنيها شيء لذلك تحاول أن ترمي الكرة في ملعب العراقيين وهي يعني لا تتحمل المسؤولية ولا سامح الله يعني إذا إذا ما اشتعلت الشرارة في قتال بالشوارع يعني يركب الطائرة السفير الأمريكي وتقنص صفار ويذهبون إلى بلادهم وانتظرون إلى أن تصفى الأمور ويعودون هذا هو أقع الحال وقت هذه الحلقة لقد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستوبعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة